أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع جنود الاحتلال وبقنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص المعدني المغلف بالمطاط لفعالية زراعة أشجار في الأراضي المهددة بالمصادرة ببلدة بيد دجن شرق مدينة نابلس المحتلة وجاءت الإصابات بين المتوسطة والطفيفة عقب امطار قوات الاحتلال بقنابل الغاز والقنابل الصوتية للمشاركين في الفعالية التي نظمتها لجان التنسيق الفصائلي بمحافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستطان فيما أصيب عدد آخر من المواطنين خلال مواجهات اندلعت عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة إلى الاستطان ومحاصرة بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيليا شمال الضفة الغربية لما في بلدة عصير القبلية جنوب نابلس فمنعت قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم لقطف الزيتون وأطلقت صوبهم القنابل الغازية ما أدى لاختناق عدد منهم